الجميع مستهدف في عدن فها هي الرصاصات الغادرة تستهدف رجل أعمال مسالم هو محمد بن عوض التميمي ضمن مسلسل الاغتيالات التي لا تكاد أن تبارح مربع الموت الممتد عبر مديرية المنصورة مخطط الموت المتجول هذا جعل كل الذين يعملون لأجل عدن مشاريع شهادة محتملين خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى صلب المقاومة الوطنية وأولئك الذين يشكلون الركائز مهمة للأمن والاستقرار في عدن اللافت في مسلسل القتل الذي تشهده عدن أنه لا يخطئ أهدافه أبدا إلا في حالة نادرة كما هو الحال بالنسبة لمدير البحث الجنائي بالمنصورة العقيد صلاح الحجيلي الذي نجى من عملية اغتيال محكمة في مربع الموت ذاته التحدي الأمني يتصدر أولويات عدن على نحو يبرر التأكيدات الصادرة عن نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح منذ لحظة عودته الخامسة والنهائية إلى عدن على ما يبدو نائب الرئيس قال إننا سنولي الأمن الأولوية خلال تواجدنا في عدن ونؤكد على أهمية الدورة المجتمعية التوعوي بعيدا عن المظاهر المسلحة غير المفيدة وتعهد نائب الرئيس باعتماد خطة لإحكام السيطرة على مدينة عدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنشيط مختلف القطاعات الخدمية والأساسية التي تحتل أهمية لدى المواطنين هذا التجمع من الأهالي إثر عملية اغتيال أو محاولة للاغتيال يؤشر إلى مستوى ما من الانفلات غير المقبول في مدينة يتطلع إليها اليمنيون بكل أمل باعتبارها العاصمة السياسية المواقة التي تحمل المشروع الوطنية في تجلياته الوحدوية كما حملته عندما كان لا يزال يتشكل في وعي الرعيل الأول من رواد الحركة الوطنية لعدر رمزيتها التي ينبغي أن لا تسقط تحت براثن القتلة والمأجورين الذين ينخلطون في مشروع استدامة العنف وإفشال مهمة السلطة الانتقالية في استعادة الدولة ومؤسساتها ووائد الإنقلاب والمضي في خطة الانتقال الناجز إلى مرحلة الدولة الاتحادية ترجمة نانسي قنقر